أهلا بكم في قناتنا نحن هنا لنقدم لكم معلومات قيمة ومفيدة اليوم رح نتكلم عن موضوع مهم كتير للأمهات والآباء وهو كيفية التعامل مع الحمى عند الأطفال والرضع الحمى هي ارتفاع في درجة حرارة الجسم وهي شائعة جدا عند الأطفال الحمى ممكن تكون مصدر قلق كبير للأهل لكن في معظم الحالات هي جزء من عملية الشفاء الطبيعية رح نحكي اليوم عن كيف نقيس حرارة الطفل بشكل صحيح ومتى لازم نتصل بالدكتور وكيف نخلي الطفل مرتاح وهو عنده حرارة رح أعطيكم نصايح من خبرتي كطبيب لمساعدتكم تتعاملوا مع هالحالة بالثقة من المهم جدا أن نحرص على أن الطفل يشرب سوائل كافية لأن الحمى ممكن تسبب الجفاف وأيضا لازم نعرف متى نستخدم الأدوية الخافضة للحرارة وكيف نستخدمها بشكل آمن بالنهاية تذكروا أن الحمى غالبا ما تكون جزء من عملية الشفاء ومع الرعاية الصحيحة رح يتعافى طفلكم بسرعة استخدموا راقمي من خلال المستقيم للأطفال الرضع درجة حرارة 38 أو أعلى تعتبر حمى إذا كان عمر الطفل أقل من ثلاثة أشهر مع حرارة 38 أو أعلى يجب عليك استشارة الطبيب فورا أو إذا استمرت الحرارة لأكثر من 24 ساعة فهذا مؤشر على ضرورة الددخل الطبي أو إذا ظهرت أعراض مقلقة مثل صعوبة في التنفس أو إذا كان الطفل يبدو قلقا أو غير مرتاح أو خمول أو طفح جلدي فهذه علامات تستدعي استشارة الطبيب فورا لا تتردد في طلب المساعدة الطبية إذا شعرت أن هناك شيئا غير طبيعي في حالة طفلك البسوا طفلكم ملابس خفيفة وحافظوا على حرارة الغرفة بين 20 إلى 22 درجة مئوية لازم الطفل ياخذ كمية كافية من السوائل استمروا بالرضاعة الطبيعية أو الصناعية بشكل متكرر إذا كان عمر الطفل أقل من 6 أشهر ما تعطوا طفلكم أي دواء مخفض الحرارة مثل البارسيتامول من دون سؤال الدكتور استخدموا مقياس حرارة رقمي وإذا كانت درجة الحرارة 38 أو أعلى فهي حما إذا استمرت الحرارة لأكثر من ثلاثة أيام أو كانت فوق 39 درجة مئوية أو إذا ظهرت على الطفل أعراض مثل النعاس شديد أو ترجيع مستمر لازم تروحوا على الدكتور أعطوا طفلكم البارسيتامول أو الإي أبوبروفين بجرعات محددة حسب وزن الطفل زي ما بيوصي الدكتور لا تستخدموا الدوائين مع بعض حمموا طفلكم بماء دافئ مو بارد عشان تساعدوا على تخفيض الحرارة شجعوا طفلكم على شرب الماء إذا كان عمره فوق الستة أشهر بالإضافة للرضاعة الطبيعية أو الصناعية إذا كان الطفل بيلعب وبينام كويس على الرغم من الحرارة فهذا شيء مطمئن استشيروا الدكتور فورا إذا كان الطفل الخامل أو بيرفض الأكل والشرب تذكروا أن الحرارة غالبا بتكون علامة على أن الجسم بيحارب عدوى الحرارة هي وسيلة الجسم الطبيعية لمكافحة الفيروسات والبكتيريا لكن من المهم نعرف كيف نتعامل معها بشكل صحيح بس لازم نراقبها بشكل دقيق خاصة عند الأطفال الرضع الأطفال الرضع بيكونوا أكثر حساسية للحرارة ولازم نكون حزرين جدا إذا لاحظتوا أن الحرارة مرتفعة جدا أو مستمرة لفترة طويلة لازم تتصرفوا بسرعة المهم نتأكد أن الطفل بياخد أسط كافي من الراحة وبنشربوا سوايل كتير الراحة والسوائل بيساعدوا الجسم على التعافي بشكل الأسرع حاولوا تقدموا للطفل المشروبات دافئة ومجذية لا تترددوا أبدا تتصلوا بطبيب الأطفال إذا كان عندكم أي قلق الطبيب هو الشخص الأنسب لتقديم النصائح والإرشادات الصحيحة ممكن يكون عنده حلول فعالة وسريعة شكرا للمشاهدة ولا تنسوا الاشتراك للحصول على المزيد من النصائح الصحية تابعونا لمزيد من المعلومات المفيدة حول صحة أطفالكم وكيفية العناية بهم في مختلف الظروف شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة